موسيقى محفوظ نجيم محفوظ طبعا وقد مر على ذكر وفاته الثامنة الآن أكثر من شهرين تقريبا توفي في ثلاثين أغسطس الموضوع أن نجيم محفوظ لا ينتهي الكلام حوله وفيه لا ينتهي البحث لا تنتهي الكتابة لا ينتهي النقد نبدأ من الجديد فيها وهو ما كشفه المنير مطاوع عن أولى ربما تكون رواياته أو محاولاته في الكتابة القصصية كتبها وهو ابن سبعة عشر سنة كما ذكرت في نشرته طبعا مجلة الهلال والهلال الآن تحتفي برئيس تحيير جديد صديقنا الرواي والكاتب سعد الكرش الذي نوجه له تحية ونتمنى له ريادة عظيمة للهلال في مرحلة جديدة من مراحل الثقافة والأدب في مصر أود أن نسأل عن هذه الرواية أين كيف كيف عثرت عليها لأن هذا نحن نتحدث الآن عن إرث لأديب عظيم كيف وماذا جرى في إرثه من أخذه من صادره من يتصرف به كيف احدديت إلى هذا النص هي قصة طويلة الحقيقة لكن في البداية نحب نقول أنه زي ما ذكرت أنه نجيب محفوظ مش محتاج لمناسبة للكلام عنه يعني على ذكرى وفاته أو ذكرى ميلاده أو كذا المدد اللي ما مدنا به من أعماله أكتر من أن نحن نستوعب التعامل معه الحقيقة خلينا نرجع لحكاية السروة هي القطعة السمينة التي تم العصور عليها هي مخطوطة زي ما ورد ذكرها لأول مرة في موقع من مواقع الإنترنت بيعرضها للبيع الموقع عرف بيها بأنها اتكتبت سنة 27 ومخطوطة بإيد الشاب الصغير كان عمره حوالي 16-17 سنة نجيب محفوظ في كراسة من كراريس المدارس بتاعت وقتها رواية عن رواية من الجو الفرعوني من حياة المصريين القدماء المدهش في الموضوع أنه في سن 17 سنة اكتشف نجيب محفوظ دي نفسه خط أنه هيبه كاتب رواقي وكاتب برواية وكاتب في نهاية الرواية الأولى اسم الرواية التالية وعلى واجهة الكراسة كاتب مؤلفات نجيب محفوظ رقم واحد يعني معناها نعم يعني هو مدرك في السن الصغيرة دي لأنه اختار طريقه ودرسه وطبعا عشان تكتب رواية يعني معناها أنك قبلها بكم سنة اشتغلت على التفكير والترتيب والبناء والعمارة والشخصيات فإذا احنا قدام حادث غير عادي يعني خلينا ما نبلغش غير عادي أنه شاب في السن دي يقدر يأمل كل التجهيز ده نعم معناها أنه لو رجعنا بالزمن لفترة سن سبعة وعشرين سنة الف تسعمية سبعة وعشرين أنه أمتنا كانت في حالة أفضل الأمة اللي يطلع منها شاب في السبعة عشر بيفكر بالشكل ده وبيكرس نفسه بالشكل ده وبيحط برنامج عمل معناها أنه نحنا مش هو بس اللي كان متميز أنه البيئة المحيطة اللي هو ناتج عنها كانت بيئة رفيعة نعم نعم القصة المخطوطة نفسها حواليها غموض أولا الموقع ساعة تدور عليه تلاقيه ساعة تدور عليه متلول الموقع ما بيقولش جابها منين ولا عايز ويعني طبعا ما بيقدرش وما فيش طريقة للاتصال بي كل اللي بيقولوا أنه هي كذا فيها كذا فصل عنوين كذا يعني المعلومات اللي قدرت أخدها وأحطها على المقالة اللي تعمل الحقيقة أن أنا يعني بيقلمني ده لأنه أنا عندي علاقة بنجيب محفوظ في سن الدراسة الجامعية كنت أحضر الندوة الأسبوعية بتاعته في نفس الفترة لقيت بالصدفة أني يعيش في الجوار في نفس السكن في مرات كنت أخرج معاه بدري هو له عاد أن يخرج في باكر الصباح ويعبر الجسور والكبار في القاهرة ويروح للمقهى المفضل عنده وقتها كان مقهى اسمه علي بابا في ميدان التحرير نعم له مخصص له الطابق العلوي يجلس في الطابق العلوي وحده لمدة نصف ساعة أو لساعة يتابع الصحف وحضر تفكيره وأنا أسيب وأمشي حصل كذا مرة جانب الندوة جانب أنه بصفتي الصحفية كان من وقت الآخر في أسباب تخليني أتقابل معاه أعمل معاه مقابلات وحاجة زي كذا طبعا أنا لا أعتبر نفسي من مريدي نجيب محفوظ وما أحب أن أكون من مريدي أي حد أنا مريد نفسي أنا لا أحب أنك تكون تابع لحد لكن في نفس الوقت لا يعني هذا أنك لا تضع اعتبار لكل الشخصية على حسب حجمها وعلى حسب إنجازها نجيب محفوظ في وقت من الوقت كان الجيل اللي سمى نفسه بعد كده جيل الستينات وكانوا كلهم من رواد الندوة نتكلم فيها مونير بس عودة إلى الرواية هارماكيس نتكلم في التفاصيل هارماكيس أو الأحدب زي ما سماها هو شخصية خادم لأحد السادة في الزمن العصري الفرعوني وما حددش أي عصر لكنه جاب سيرة إزيس وجاب سيرة كذا فنقدر نقرب من الموقع التاريخي هو الحقيقة قريبة من قصص العبر والعزات يعني أنه حتى ولأول مرة يمكن في كل أعمال وحوالي خمسين عمل أو أكثر أو أقل لأول مرة يعمل تقديم للعمل وهذه الرواية الغرض منها وحتى لا نتعب يعني يعني زي ما كان النهج الذي كان موجود وقتها نهج العزة أو نهج التنويه ده طبعا اختفى تماما من أعماله بعد ذلك العيان لاحقا الرواية طبعا ما نعرفش عنها كثير لأنه نعرف بس عنوانها ونعرف أنها فيه اسم الرواية تانية ونعرف أنها من سبع فصول بعض عنوانها غير معروفة وبعض عنوانها وكيف انتهى خادما بس فيها مشاهد حوار وفيها مشاهد بتصوير للمكان والحادث يعني أقصد ويبدو من القليل الذي استسرب عنها أنها معنية بالمصائر بمصير هذا الخادم أو الخادم الذي قتل بالنهاية وقتل لأنه من وجه نظر العرض الرواي أنه أساءل المبادئ المفروض تكون بتحكم الحياة فكان جزاء الأتل لكن ما نعرف التفاصيل وما نعرف القصة يعني أنا كنت اكتشاف هذا العمل لأن نحن نعرف نجيب محفوظ كروائي مكتمل يعني البدايات يعني حسب معرفتي وجزء الأستاذ مونير ممكن أعرف أكثر لا نعرف عن بدايته إلا القليل نعرف أنه نجيب محفوظ درس الفلسفة وكان يريد أن يكمل دراسته في الفلسفة تحت إشراف الشيخ أمصطف عبد الرزاق ثم بدأ بالكتاب تجواية وكون أقصد أنه بدأ في إطرحة المجلس لم يكبلها لكن عاش فترة بالمناسبة عاش فترة في ألأ بين هل أكاديمي وليب رواية وانتصل للرواية فكرة الرواية أنها تتحدث عن تاريخ مصري هي متناسقة مع النهج الأول لأن أول رواية أن نشرها كان درادو بيس في 37 أعتقد أو 36 39 و هذه الرواية كانت بدايته اهتمامه في المصري و بعد ذلك جاءت سراع في الوادي ولكنه انتهى بالاهتمام بوضع الفترة المصرية فإكتشاف هذه الرواية يعطي أهمية عن بدايته وهذه البدايات في الرواية قليلة خاصة أن الجنس الرواية في الفترة التي بدأت فيها 27 لم يكن سائدا يعني هو نجيب محفوظ جعل من الرواية لها سيادة في المشهد الأدبي العربي رواية الأول خاصة أن الرواية كانت تنشر أحيانا كما تنشر في التقاني 19 في الصحف على شكل سلاسل وكانت هناك مثلا عندما كتب محمد حسين هيكل رواية زينب كتبها تحت فلح مصري خوفا لأنه كان في زمن العمالة من الشعراء لم يكن أريد أن الكتاب تعتبر جنس الدكتور هيكل كان رئيس مجلس النواب كان شخصية عامة سياسية وكان يرتبط في الرواية وهي جنس لم يكن له سيادة وله شهرة كان محاولة لاختفاء وراء هذا الفلح مصري لم تنشأ الرواية ولم تتسيد أو تنتصر على الشعر أو تصبح مساوية للشعر إلا بجهود نجيب حفوظ الذي أريد أن أقول اكتشاف هذا العمل ليعطي ويضيء على بداية نجيب محفوظ ويعطينا صورة عن تشكل خاصة أن هذه البدايات مهمة لا نعلم أنت طرحت فكرة من هو الحريص الآن على تراث نجيب محفوظ نجيب محفوظ سنعود لكن قبل نقول عن الرواية الجديدة التي اكتشفت أنها تكشف أو لا تكشف عن نجيب محفوظ نعم فهي رواية تأسيسية لشاب عمره 17 سنة أن يكتبها بهذه الصيغة بهذه الطريقة وأن يسميها رقم واحد كما نوها أستاذ مونير فبوعي أنها سيليها 2 3 4 10 ثم في سن مبكرة هذا يقول أن نجيب محفوظ من البداية يشعر وكأنه تأسس منهجه وما تبقى هو تطوير في المنهج وحقيقة كما قرأت من الملامح الأولى يبدو لي وكأنه نجيب محفوظ في رواية الأولى مثل رواية الأخيرة بمعنى تناوله للتاريخ فهو معجب ومغرم بقراءة التاريخ وإعادة كتابته أو استنطاق الحدث كتاريخ يعني حين تقرأ رواياته في الخمسيديات الثلاثيات على إحدى ومعظم الروايات وشخصها هي بطريقة ما يستعان فيها كتاريخ وكأن وعيه وعي المؤرخ أكثر من وعي الأديب المجترئ على نمط جديد وإبداع جديد في الصياغة وربما في السرد في أسليب السرد التي نجيب محفوظ حافظ فيها على هدوء بالغ من الرصانة التي تشبه تماما المجتمع المصري في تطوره وحياته فهو من الهدوء من الهدوء بحيث نشبه تمثالا من التماثيل الجراناتية العظيمة التي ورثناها عن العدل مع ذلك بالمناسبة مع ذلك لو عملنا مراجع على أسليب التجديد اللي عملها نجيب محفوظ في أعماله أن لا يتبز أي جهود تجديد عملها أي كاتب موازله أو من الجيل اللي بعده نعم يعني إحنا نفتكر أنه لو عملنا مراجع على نصوصه هنلاقي أنه فعلا نبتدى في البدايات بالتكريس التقليدي الشائع عن الفورمات القالب بتاع الرواية نعم بعد كده لقنا بيجدد لقنا إحنا الغاية فيه أعمال تجديدية من أعماله ما حصلش حتى أنه حد عرف يعيدها يعيد شبهها يعني فيه رواية بيقدم الشخصيات بالاسم وكل شخصيات تقرأ اسمها وتقرأ قصتها وتمشي مسلسل ورا كل ده فيه رواية بتبتدي بالرقم وتمشي فيه خلط بين الأحداث وبعدها تداخل فيه يعني أعصد أعمال تجديدية عالية جدا أنه أسلوب لم يشكل اختراقا عفوا أديب رواي كبير كيف يزعج هذا الآخرين سنتحدث في هذا قلق التأثير كما أسمه أو فيما قال له بعنوان قصوة الذاكرة المسألة حين يوقع سنجيب محفوظ بأسماء أدهشة العالم الذين أدهشوا العالم العالم ولست أقول المصري أو العربي هم الذين أبدعوا أساليب سر جديدة جعلت القارئ يعتبر أن هذا وطبعا ولقيت قبولا لدى القارئ لقيت قبول مكبوت عبر عنه الكاتب الجديد وحقق فيه تطابقا مع ما لم يستطع هذا القارئ أن يقوله فأصبح يعني بتبسيط الناطق بلسان القارئ في عصره الجديد نجيب محفوظ ليس هكذا يعني لم يكن بهذا الاختراق القوي حين نأخذ جابرييل جارسيا مركيز مثلا ولهذا السبب إدوارد سعيد دميل للاعتباره أقرب إلى المدرسة فلوبير الكلاسيكية الرصينة الباحثة في التاريخ والباحثة في الشخص في موقعها وواقعها الاجتماعي والاقتصادي والتي تقرأ كتاريخ سردي ليس فيه إبداع لنقول في السرد يغير في الآن لا يمكن إدراج نجيب محفوظ في شيء اسمه الواقعية السحرية مثلا لا يمكن إدراجه في مع أنك قلت لي عن الواقعية السريالية السريالية وأحب أن أعرف لماذا هذا نحن جديد نحن جديد بالمناسبة حكاية الواقعية السريالية هو في آخر عمل أحلام فترة النقاها أدم لنا اكتشاف أدبي أنه لا هه رواية ولا هه قصيدة ولا هه شعر أنت ذكرت أحلام فترة النقاها هي الفترة التي قضاها في المستشفى وما بعده وبعد طعنه بالسكين لهذا السبب أسمها أحلام فترة النقاها لكي نوضح ما هي من الغوص في أحلام فترة النقاها وأنا بشتغل عليها دلوقتي عندي مقالات حواليا حسيت أنه مش قصده هو فترة نقاها هو نعم هو فترة المصر والعرب في المقطوعات التي هي زي الآل زي المجوهرات زي القطع السمينة البسيطة المحدودة الحج عمل ابتكار أنه كلها أحلام مش أحلام يعني راح نام وحلم بها لكن فورمات ها القالب بتاع الحلم أما تستخدمه في الفن يدي لك كل الإمكانيات الأمال التطلعات الأواقع والخرافة والأسطورة والأمال والحلم والتأمل والإقراءة الماضي وتركيب الشخصيات وتداخل الصور يعني كل هذا موجود في الحلم فهو استثمر فكرة الحلم في أنه يحول أفكاره أو قصصه أو إبداعاته لمقطوعات صغيرة لها دلالات ملهاش آخر يعني كل ما تحطها على الضوء تتديلك دلالة شكل كل ما تبصي لها تتديلك يقراها تدي له دلالة شكل يقراها قارئ تاني يدي هذا شكل هو الواقعية السيريالية لأنه وكلها قصص فيها أمور لها علاقة بحاضرنا وتاريخنا ومستقبلنا فمعناها أنها واقعية وفيها شخصيات الأول مرة في تاريخ الأدب العربي إحنا عندنا تابوهات في الأدب العربي النقاد والكتاب والباحثين يرعبوك يقول لك اوعد تجيب سيرة حد في اسمه هو جاي بسيرة يأتي تلاتين حد من سعد الزغلول لمكرم عبيد لسيد درويش لزكريا أحمد لأنور السادات لجمال عبدالنق يعني جاي بسيرتهم في الأحلام العجيبة بتاع فكسر تابوه من التابوهات حاجة تانية أنه في الحلم الواحدة والقصة الواحدة بيتداخل الزمن والشخصيات فجأة تلاقي يقول لك أنا دخلت معرض بصيت على اللوحة لقيتها غابة جميلة قربت عليها لقيتها مرأة جميلة فاتنة قربت أكتر لقيتها معركة طاحنة فالسيريالية هي أنك تعمل تداخلات ومشهد الواحد يتكرر على عينك وعلى تلقيك بطرق مختلف فهو عمل إبداع الفورمات الشكل الجديد وعمل إبداع المال إلا أنا بأعتقد أن اسم مناسب هو الواقعية السيريالية أنا دكتور مازين قلت أنه نجيم محفوظ لا يمكن أن نعتبر كاتب كبير من كلامك أو من حديثك على الغرار مثلا المركيز وغيره مشكلة نجيم محفوظ أنه ورثة التقاليد الروائية التي جاءتنا من الغرب بالإطار الذي جاء من فرنسا وغيره واخترع أو اشترح إطار واقع في الرواية العربية لكن نجيم محفوظ كتب في معظم الأجناس الأخرى مثلا كتب الرواية السياسية الكرنك وغيرها كتب الرواية النفسية ميرامار أو السمان وخريف كتب الرواية الفلسفية الأولاد حارتنا التي تعتبر من أهم عماله كتب الرواية التاريخية التي الثلاثية وأهم ما يميز نجيم محفوظ أنه كاتب مجيد في ظني هو الذي بنى مداميك الرواية العربية حجرا وواصل رغم أنه كان يعمل مثلا في السيناء وتأثر أيضا أثرت عليه السينما في كتابته كونه اشتغل في الرقابة السينمائية يعني معظم حياته لا وكتب سيناريو السيناريو نعم بالضغط ولم يكتب سيناريو للروايات كتب سيناريو الروايات غيره النقطة المهمة في ظني نجيم محفوظ هناك مثلا في الشعر يقال الشعر التاريخي والشعر الكبير فالشعر التاريخي الذي يأتي في مرحلة تاريخية معينة من أجل من أجل بناء الرؤية التاريخية التي قد تكون هناك إنقاذ الأمة عندنا مثلا امرأ القيس يعتبر من الشعر التاريخي عندنا المتنبي جاء في مرحلة بدأ الشعر العربي يحذر فينقاذه من ركاده وعندما تتحدث الأمة العربية عن شعرها تقول المتنبي أمريكا عندما تتحدث حتى ألمانيا تقول غوتي مثلا شاكسبير تقول في الروايات العربية نتحدث عن الروايات العربية نقول الروايات العربية الكبيرة والروايات التاريخية ونجيب محفوظ فكونه مثلا لم يكتب على غرار الطريقة السحرية إلا أنا في ظني لأنه ورث التقاليد الأوروبية التي كانت موجودة فاستخدمها ووصلها وبنى الحسر رواي الذي لم يكن موجودا أصلا في الروايات العربية صحي أن هناك في جدل تاريخي أن الروايات العربية موجودة في التراث العربي القديم والروايات العربية مكتبات أو رواية مثلا في القرن التاسع عشر في الجزائر في سوريا وغيرها لكن الرواية بمفهومة التي نعرفه بمرفوة الغربية موجودة أنا لم أكل أبدا أنه غير مهم إطلاق بالعكس هو فعلا أبو الرواية العربية نجيب محبوظ لكن وهو من أسس للرواية العربية وهو بعمله التراكمي أضاف الكثير أيضا يعني ليست كل روايات وهو روايات جيدة باعتراف طبعا لكن العمل الدؤوب المستمر يوميا الذي قيل فيه أكثر من مرة وكتبت فيه أكثر من مقالة عن ضبط توقيتك ضبط ساعتك على حركات وتحركات نجيب محفوظ نزوله من البيت ذهابه إلى المقهى إضاءته مكتبه في الغرفة بدأه بالكتابة ثم اطفاء الضوء كل هذه الأمور الدقيقة التي كتبت عنه الخمسة كيلو متر التي يمشيها يوميا التي كتب فيها رجاء النقاش أيضا كل هذه معروفة عن نجيب محفوظ أنا الذي قصدته أن وربما أؤيد إلى حد كبير إدوارد سعيد في أن العداء للغة العربية العالمية والعداء للعرب هو سبب عدم شهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهذا ليس تقليلا من أهميتي لكن القضية هي كما قال إدوارد سعيد مرة ثانية العداء للعرب العداء للغة العربية وربما العداء المبطن للإسلام أيضا واحدة من الأسباب التي دفعت العالم للإبتعاد عن أدب نجيب محفوظ على أن السنوات الخمس الأخيرة من حياته أو ربما العشر الأخيرة من حياته كان نجما عالميا بلا شك فوزه بجائزة نوبل أثار أو أشار إليه بضوء كثيف ورفعه إلى مصاف الطلب التجاري بالمعنى هذا لأنه كثير من الناس يعتمدون جوائز نوبل كمؤشر لأهمية الأديب إدوارد سعيد نفسه كذا المقال يعني ما بعد نجيب محفوظ ما بعد محفوظ هذا ما أحدث فيه في كتاب هذا ما أقوله أنا أورده ما أورده هو من من ذلك المقال مقاله كان اسمه قصوة الذاكرة وهو جدير بأن نتكلم فيه قليلا قصوة الذاكرة لأنه تضع نجيب محفوظ في ميزان أو في عين الناقد العربي وفي عين الروائيين الجدد جمالا قصوة الذاكرة تتكلم تحديدا عن ربما ما أشار إليه كاتب أمريكي وهو هارولد بلوم عن تأثير الأنجزاية تأثير القلق أو قلق التأثير نفوز القلق هارولد كتب عن أنه بروز شاعر كبير ونجوميته هي مسألة قلق كبير لباقي الشعراء لأنها تغطي على شعرهم وأن نجيب محفوظ قيل أنه كنجم قد أثر على بقية الروائيين وأصبح هو المرجعية إذا أنت لم تكن من سمت نجيب محفوظ فهذه ليست رواية على أن كثير من الروائيين اعترفوا بأنهم جاءوا من تحت عباءته يعني نحن تسمع بمثلا جمال غيطاني يوسف القعيد بلسانهم يقولون نحن من تحت عباءة نجيب محفوظ لكن لا أضع مثلا خيري شلبي لا أضع دور خراق مجيد طوبي أو خيري عبدالجواد ضمن هذا السياق معاشوا فترة نجيب محفوظ وربما جاء له الغيطاني والقعيد بالمناسبة هنا في على حكاية أنه قالوا إحنا من خرجنا من قلبابه ولا عبائته ولا يعني معظم زي ما كنا بنقول معظم الأبناء الجيل الستينيات كانوا من رواد ندوت نجيب محفوظ لكنهم في نفس الوقت كانوا يخرجوا في الصحافة ويقولوا إحنا جيل بلا أسد نعم فعايز أقولوا أنه بعض الأبناء الجيل تميزوا وبعضهم تميزوا بأنهم مش متميزين يعني أنهم موجودين في السوق لكن لم يدنوا لا إضافة جديدة في الشكل ولا في الموضوع يعني بهاء طاهر مثلا أعتقد أنه ماذا سيخص الآن بهاء طاهر متميز عبد الحكيم آسم متميز محمد البساطي متميز إبراهيم أسلان متميز عبد المجيد طوبيا مجيد طوبيا متميز ولو أنه بطل من وقت مبكر لكن القاعد وجمال الغيطاني ما نقدرش ننسبهم محفوظ إلا بالصرة العلاقة الشخصية لكن في أدب أنا أتكلم عن اعترافاتهم أكثر مما أتكلم عن اعترافاتهم كنوع من التقرب بحكم أنهم تلاميذ أو معاونين شخصيين له لكن أنا في قوة التأثير يعني عودة إلى مسألة القلق أو قصوة التذاكرة أو قلق التأثير كما سمى هارود بلوم قيلت في محمود درويش مثلا أنه محمود درويش نجم أخفة أو شمس المرضية أخفت النجوم وهذا ليس دقيقا وليس صحيحا يعني في زمن محمود درويش كان هناك شعراء لهم أسليب مختلفة عن أسلوب محمود درويش ولهم قراء لا يعارضون محمود درويش يعني يحبون محمود درويش لكنهم أيضا يستمتعون بشعر مريد البرغوثي يستمتعون بمحمد القيسي يستمتعون بسليم بركات بعبدالوهاب البياتي لا يستمتعون بسليم بركاتي لا يستمتعون بسليم بركاتي يعني لم يسرق أحده 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 درويش والذي استحق وهي المسألة أي مسألة مش غزبة يعني غزبة عنك طبع أنت يعني باهر بإنتاجك هتعمل يعني يعني هذه حصلة في أدبنا وحصلة في الأدب العالمية طبعا ووضع طبيعي ونقطة مهمة في شعر محمود درويش أنه متجدد يعني تجد مثل نجيم محفوظ كان يتعب على نفسه وذا كان يعني تجد دائما عند محمود درويش تفتيق اللغة وهو يعني قال باعترف نفسه أنه يوميا مثلا يفتح القموس اللغة العربية بغض كلمة ويحاول أن يفهمها درويش أكتر شاعر عربي عالمي أكتر شاعر عربي إنساني لأنه قدر يبقى في هذا الموضوع قدر يطلع بحيث أنه يبقى لغته خطاب مش محلي ولا خطاب عربي ولا خطاب فلسطيني خطاب إنساني عالمي لأول مرة يمكن نحن في تاريخنا الحديث يبقى عندنا شاعر بعالمي يعني شاعر عالمي نقطة قد يكون خلق التأثير المتأثرة أنه نجي محفوظ خلق الأجواء المناسبة لكثير من الشباب جيل السيتان وغيره أن يكتبوا الرواية مثلا إذا أنت قرأت رواية كنت أتحدث مع السلموني في الفاصل عن طيب الصالح طيب الصالح يأتي من المدرسة مختلفة لها علاقة بالبوس كولوناليزم وعلاقة بالاستعمار ولم يكتب إلى رواية واحدة في حياته وهي رواية المهمة عنده بعض الروايات الأخرى لا أقل أهمية لا أقل أهمية فهو يأتي من المدرسة مختلفة من مدرسة نجي محفوظ رغم أنه يعتبر ضمن التقاليد الرواية العربية عندك مثلا عبد الرحمن المنيف له مدرسة مختلفة أسماء أخرى إذا أردت أن تتحدث اليسخوري مثلا غسان كنافاني في رواية كاتبات اللبنانيات جدد قصات اللبنانيات نعم فهو أنا في ظني أنه خلق الأجواء الصحية المناسبة لأن تنتعش رواية وأن تنتعش الأسماء فيها داخل هذه هناك حادث طريف بمناسبة الحديث عن تأثير الكاتب الكبير والأزى الغير مقصود الذي يحدث للمحيط من الكتاب والكاتبات هناك قصة طريفة أنه واحدة لا أقول اسمها الحقيقة واحدة من الكاتبات الروايات الجداد المتميزات كانت من ضمن حديثها الصحفية تهاجم نجيم محفوظ أنه هذا معطلنا وده كذب هذه الشابة المجددة أخذت جائزة نجيم محفوظ نعم وراحت استلامتها وقالت محاضرة عن عظمة نجيم محفوظ وعن أثروا عليها نعم هي نفسها صاحبة الأحاديث التي تقول أنهم معطلنا وأنهم نعم بعدين أيضا حين تقرأ عن الروائين الليبيين مثلا إبراهيم الفقه وإبراهيم الكوني وتقرأ للجزائر وسيني الأعرج ثم طهر وطار ثم تقرأ في المغرب بالعكس أعتقد أن نجيم محفوظ فتح رافض لكل الكتاب أنه يكتبوا للأدب والرواية أنها تبقى مكرسة وتبقى لها نحن على رأي الدكتور عصفور يقول لك نحن في زمن الرواية نعم من اللي عمل زمن الرواية؟ نعم أنك تسيب نفسك وتلغي فكرة أنك شخص مشهور ومعروف وتندمج في الحياة وتطلع لنا منها عصارات وجواهر ومبتكرات وأفكار وإعتراضات وسخريات وحكم وعبقرية عبقرية جايبها من الشوارع والأهاوي والتعامل مع حياة الناس يوم بيوم في كل حت المشي في الشارع خمس ساعات أو خمسة كيلو مش مجرد رياضة وطبعا هذا حافظ على صحته بالمناسبة وده اللي خلاه عنده 95 سنة يعني أنه بمعرس رياضة ونحن بمعرس رياضات نحن ننكر أيضا أنه حياته مضت بهدوء يعني هي تشبه حياة المصري في تعامله مع السلطة يعني نجيب محفوظ نموذج ربما يصرح دراسة الشخصية المصرية في تعامله مع الفرعون في تعاملها مع القائد في تعاملها مع الوضع السياسي العام في تعاملها مع مفاهيم الثورة والانقلاب في يعني التأثير الذي تشربه روائي أوقاص مثل نجيب محفوظ هو غير حالي بمعنى لنبدأ من الرواية للمكتشفة جديدا هارماكيس التي كتبها هو ابن 17 سنة هو متأثر إلى حد كبير كما قيل بثورة 1919 وهو ابن تلك الثورة كان عمره حين ذلك الحين سبع سنوات كما أظن وكانت مفاعيل هذه الثورة قد أخذت دورها في الحركة الثقافية والأدبية والفكرية والسياسية في مصر يعني تعتبر مفصل من المفاصل ثورة 52 أو مثل 25 حيانا أهم ثلاثية ثلاثية بدأت 1919 وانتهت بالنهاية الملكية هذه المنطقة المهمة والمثيرة في تاريخ مصر يعني زمن الثلاثية نعم فالذي قصدت أنه هو في موقفهم من السياسة ووقفهم من الساسة بالتحديد كان حذرا جدا وكان قد أخذ لنقول الصف الرابع والخامس وراء الناس في التعبير عن موقفهم من القيادات وكأنه مسكون بالرعب مسكون بالخوف من المخابرات مسكون من السجور اسمحلي أقول حاجة مختلفة شوية أنا لأنه طبعا زي ما قلت أنه تعاملت معاه عن قرب حديث ومخابلات وفي مرة عملت حاجة اسمها محاكمة نجيم محفوظ نجيم محفوظ يحاكم نجيم محفوظ بس ما تنشرتش نعم لأنه أما حصلت الحكاية كنا في سنة 71 تقريبا وكان في رقابة على الصحافة وكان في أنور السادات وعمل قائمة بأسماء الناس اللي هم بطلبوه بالحرب وهو مش عايز يحارب ومنهم نجيم محفوظ وتوفيق الحكيم وكتير يعني ناس كتير بعت لنا قائمة بأسماء النزل أنه ممنوع نشر الأسماء دي بأي صيغة حتى لو في صفحة الوفيات ومنهم نجيم محفوظ وتوفيق الحكيم نعم وإحنا عندنا مقابلة مهمة جدا حتى لخبط الدنيا لأنه لأنك الأول مرة بتحط نجيم محفوظ مش كنج لكن كمتهم أنت متهم بأنك فيه تكفير متهم بأنك مقدم صورة البلد على أنها عاهرات وبيوت ضعارة ومهارة وبطقية فبيرد على كلام من ضمن الاتهامات أنك متهم بأنك جبان فيما يتعلق بالموقف السياسي من السلطة نعم الكلام لا تنشر للأسف أنا بس اللي فاكره حاجة جميلة أنا بعتز بيها لنفسي يعني أن وقتها كان كل صيف يرحوا يقضوا الصيف في اسكندرية ويقعدوا في قهوة في رجل يوناني صاحب القهوة قهوة بيترو بيقدم لهم القهوة على حسابه يعني مشروبات نجيب محفوظ وتوفيل حكيم مجانية على حساب الخواجه بيترو والضيوف بيجو ضيوف فأحنا كنا نروح في الصيف نعد معهم في القهوة وإحنا في الصيف اللي حصل فيه منع نشر أساميهم أنا قررت أن أعمل مقابلة معهم موضوع خفيف مصور بيقدوا في الوقت إزاي وبيشربوا قهوة والخواجة والسمك والعصايا والبرنيتا ونجا كان غرضي إيه الحقيقة كان غرضي أنه أنشر أسامي الناس دي وصورهم وإلي بيعملوه وشوف إيه اللي يحصل من الرقابة لأنه ممنوع نشر صور ومعنا سكرتير التحرير وقتها في مجلة الصباح الخير فكان من ضمن الزوار رئيس المؤسسة شاعر كبير عبد الرحمن الشرقاوي رئيس التحرير حسن فؤاد وكذا كذا يعني شخصيات بتيجتوا لأنه دي دي أصدقاء ومعارف وآدب وثقاف أوكي دول سألون أنت بتشتغل إزاي أنت عارف أنه أنت بجايلك المذكرة بعدم نشر الأسماء يعني فإزاي فال الأساز شرقاوي قال لي قال لي أنت تخطر فقلت له بص يا أساز شرقاوي القوانين والإجراءات والتعليمات بتتعامل عشان تتكسر أنا شغلتي أكسرها فقال لي أنت بتفكرني بشبابي حسن هل ده هيحصل ولا لا ما عرفش هل هتعدي الرقابة ولا لا ما عرفش جينا عملنا القصة وجاهزناها وتصفت والصور وجبت مصور إحنا مجلة بتاعة رسوم كاريكاتير لكن جبت مصور عشان عايز أفرد الواقع عندنا رقيب بيجي يقرأ النصوص قطع قطع ويشطبها فأنا فأنا تفهمت مع الرقيب أنه يعني يعني أعمل ما يمكن أنه بحيث أنه نمرر فمررناها مررناها بتخصب منه 15 يوم الرقيب لكن مرت ولما مرت هنا مرت في كل وخلاص ورجع اسم نجيب محفوظ وتوفير حكيم فاللي أعيز أقوله أنه نحن نرجع لقصة البعد عن السلطة حسب ما أنا فهمته من كلام وأحاديث والأحاديث اللي جارت معاه وبيقولك أن أنا مش في صدام مع أي سلطة أنا سلطة في نفس أنا عايز أحافظ على سلطتي حفاظي على سلطتي يقتضي أن أنا أكون على مسافة من السلطة سواء كانت ملكية ولا رجعية ولا ثورية أنا مش صدامي أنا أحافظ على وجودي عشان أقدر أبدع أنا أعيز أبدع أنت تؤكد ما قلته أنت تؤكد ما قلته عن نجيب محفوظ لا جديد وأنا أتهمه أنا أتكلم عن المرش لا لا على الذي يعرف يجب يجب تحدث عن أثر الهزيمة على المصريين كذلك في الكرنة تحدث عن العنف السياسي ضد الإخوار المسلمين في عد عبد الناصر يعني كان عنده لا شك دكتور إبراهيم لا شك أنه في كل رواية من رواياته كل شخص رواياته من سالم الإخشيدي في القاهرة الجديدة سرحان البحيرة في مرمار عيسى الدباق في السمان والخريف أي أسماع بدك كل هذه الشخص هي شخص تحكي قصة تاريخ راهن لمرحلة من مراحل مصر يعني ما في الشك أنه أدب نجيب محفوظ قراءته كرواية اجتماعية كوثيقة اجتماعية تاريخية في الحقيقة يعني في الحقيقة أنه الأدب يقرأ كتاريخ أكثر من التاريخ لما يقرأ كتاريخ لأنه التاريخ لما يقرأ كتاريخ التاريخ يكتبوه أصحاب السلطة اسأل عن المؤرخ نعم في معظم الأحوال التاريخ هو رسالة أصحاب السلطة الأدب رسالة أصحاب السلطة الخاصة بهم. لكن الأشياء الثاني دكتور برهيم هو ما كتب عن نجيب محفوظ. لألويس عوض مقولة ممتازة. قول ممتاز. يعبر عن كثافة ما يعنيه نجيب محفوظ. كان يسمي في الأدب العربي حاجة اسمها المكتبة المحفوظية. من كثرة ما كتب ونشر وما سينشر وما سيكتب أيضا عن نجيب محفوظ. بحيث تشكل بحد ذاته مكتبة كاملة. اسمها مكتبة المحفوظية. نقدا أو تجاوبا أو تأثيرا أو تحليلا. وتحليل يختلف من مرحلة إلى أخرى. وربما عرضوا اكتشافات في أساليب البحث جديدة أيضا. سواء كانت بنيوية. ما بعد حداثية. ما بعد استعمار. كل هذه تعيد قراءة أدب محفوظ من زاوية أو وجهة نظر المدرسة مختلفة. فنجيب محفوظ واسع. نحن كنا لما نصح الطلاب إذا يقرأوا عن تاريخ مصر في الفترة ما بين الحربين عن تطور الفكر الوطني. عن تطور الفكر الإسلامي. التيارات الأدبية. كنا نقول لهم إقراء ثلاثية. لأنها تعطيك صورة عن الشخصية نصية ووضع مصر في هذه الفترة. لأن نفهمه نجيب محفوظ لأنه عاشوا. من 19 إلى 52 عاشوا كشاب وككاتب وكناشر. نحكي عن قضية أخطر من هذا. هي سمسرة الثقافة. تراث نجيب محفوظ معروض للبيع مثلا في مزاد علني في لندن. أنا حضرت المزاد. كيف يمكن حفظ هذا التراث بعيدا عن هذه السمسرات الثقافية؟ أو هل هي حق حقيقة؟ مثلا لوحات الفنانين التي تنظر. أحيانا بعض المتاحف التابعة لكتاب هنا من أجل الحصول على المال يلجأ إلى بايع بضع قطاعهم من أجل حفاظه على تراثه بشكل كامل. لا أعتقد أنه إلا إذا كان سرقت من مصر. لأنه معظم تراث العربي يسرق ويباع. الواقعة المتعلقة بنجيب محفوظه أعماله التي تعرضت في مزاد في لندن هي تعرضت وتتسحبت. أنا رحت الحقيقة أشوف سيعملوا إيه. وموجود في البرنامج بتاع الكتالوج بتاع المزاد هو وغيره. فيه كتاب إنجليز موجودة لهم أعمال وتتعرضت وتتبعت. ولوحات وكذا وكذا. أما جئنا عند نجيب محفوظ الإدارة قالت إحنا سحبنا ولغينا البند ده بأمر إدارتنا القانونية اللي قالت إنه فيه احتجاج من السفارة وفيه احتجاج من عيلة ورسة نجيب محفوظ. وإحنا لأسباب قانونية لغينا المزاد. لكن شفنا صور لبعض المخطوطات وبعض الأعمال. حاجات قديمة جدا زي قصة عن السودان وحاجات جديدة جدا مخطوطات من أصداء السيرة الزاتية ومن أحلام فترة النقاة. قال بعد كده في التواتر إنه حد من العيلة خد الحاجات دي وحبي يبيعها. لكن القصة المخطوطة الأديمة دي ما حدش عارف أنها حاجة. ما حدش عارف منين. ما حدش قال إنها من العيلة يعني هي تبقصر من أسرار التي كان سيبيعها ربما سيبيعها في مرحلة لاحق. سحبها لا يعني إنه لا سحبها اقتنع من الاعتبارات القانونية. أو سيقضى ضميره الثقافي. لا تزال القصة عرضة للبيع والشراء. لكن تراث نجيب محفوظ لم يعتحقه ربما من الأهل من الورثة. من عرضة من ناحية ومن الدولة من ناحية. الحقيقة أن الدولة مصرية مقصرها بشدة. شراء هذا التراث وحفظه ليس شراءه من المتاجر هذه مسؤولية الدولة. لو في دولة محترمة ما تسمحش باللي بيحصل هتأخذ كل ده وتكرسه وتدفع عليه وتحطه في متحف وتحطه مركز دراسات. أنا كنت في بيننا فليت حاجة اسمها متحف دراسات موزارت. نعم. معهد دراسي لموزارت ومعهد من التقاليد المتعرف عنها. فأنت بتقعد تعمل معهد بأبحاث ويجمع الأعمال دي ويجمع المخطوطات والدراسات والمحاضرات والكتب وتبحث فيها لأن أنت بتبحث في نفسك. نحن عندنا المشكلة. هذا مشكلة للحياة مشكلة كبيرة في مصر. في التقاليد الأدبية هنا أنه كل كاتب عنده جمعية جمعية شاكس بير جمعية طواص هارد وهذه تكون عندها لقاء سنوي عندها مؤتمر عندها أبحاث أيضا يتم إدارة متحف بالإضافة لتعاون مع الورث الذين يؤكدوا على إستمار الأسف لا أعرف هل يوجد جمعية التي يجب محفوظ لا يوجد جمعية يوجد جمعيات محفوظ يوجد مواقع إنترنت يوجد اهتمام بهذا المعنى وفي طبعا مشروع متحف لكنه مشروع يتكلمون عنه كثير وما يعملوش حاجة يعني مشروع وفي مكان لكن هيتفتح إمتى في ما لم ينفذ إلى الآن يعني كل الأمم تعتز بأدباءها وبتاريخها وربما اسم الشاع يعني حين تقول جوتا جوتا الذي جعل من اللغة الألمانية لغة قومية لغة نفس القصة محفوظ نفس شيكسبير في اللغة الإنجليزية هؤلاء يعني شيكسبير له أكثر من جمعية له أكثر من يعني العالم الماضي عمله مئة شيكسبير بكل لغات العالم نعم كل مسرحيات شيكسبير مثلت بلغة العالم ربما تكون مسرحية واحدة عدد منها بلغات مختلفة الحقيقة ريتشارد الثالث عرضت فلسطينيا وعرضت إنجليزيا وعرضت صينيا وعرضا يعني هي نفس المسرحية لكن بتناولات ولغات مختلفة ما أودت قوله في نجيم محفوظ وإذا كان له جمعية أو لم تكن له جمعية تابعت أنا ذكرى وفاته الثامنة في ثلاثين أوغسط في الصحف العربي والبلاد العربية سأقول أنه لم يتخلف ولا بلد عربي حتى تلك التي فيها أوضاع قلقة وقلقلات مختلفة عن الاحتفاء بنجيم محفوظ في ذكره وهذه واحدة من الدلالات المهمة في أن نجيم محفوظ يحتل موقع أدبيا وثقافيا مهما وداخل هذه الندوات وقد قرأت بعضها وخصوصا في المغارب العربية والمغرب العربي بالتحديد عن المساهمات الأساسية لنجيم محفوظ وتأثيره في أدب المغرب العربي أو أدب الجزائر وقد عقدت في الجزائر ندوة عن نجيم محفوظ وفي ليبيا نفس الكلام في الأردن عقدت ندوة عن نجيم محفوظ وفي مصر طبعا أكثر من ندوة وأكثر من طريقة في الاحتفالية وكل هذه الاحتفاليات تؤكد دور هذا الرجل والأهم من هذا هو دراسات المستقبلية عن نجيم محفوظ عن علاقته بالنظرات الأدبية فإنما يميز المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هو تهيئة فقيه بيئته بمعنى أنه يتعامل مع النصوص الشرعية باللغة العربية ثم بعد ذلك يبلغها بلغة قومه المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مدينة بيرمينجهام يقدم باكلاريوس معتمد إقليميا ودوليا ولدينا كادر تعليمين متخصص أنا طالب متخرج من المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مدينة بيرمينجهام والآن والحمد لله أحضر الماجستير في جامعة بريطانية مشهورة قد كانت دراستي في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في بيرمينجهام فرصة لي في زيادة علمي بالعلوم الشرعية أطلب لكل الراغبين لدراسة الإسلامية والعلوم الشرعية أن يلتحق بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنساني في بيرمينجهام موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة